اجتمع سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في مقر بحثة مملكة البحرين في نيويورك مع معالي السيدة باربارا ليف وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى وجرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة والشراكة التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين الصديقين وما تشهده من تطور ونمو في مختلف المجالات والجهود التي يبذلها البلدان لتعزيز التعاون الثنائي على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية بما يخدم المصالح المتبادلة واستعراض مخرجات قمة جدا للأمن والتنمية ومتابعة تنفيذ ما تضمنته من قرارات لتعزيز الشراكة الأمريكية العربية وحماية أمن المنطقة واستقرارها كما جرى بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط والمساعر الرامية إلى أحلال السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة وسبل تكثيف التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي ضافة تنين القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر